قلين كده سريعا في نادي الزمالك جمال انت كان عندك حاجة مهم عايزين نعرضه في ملوصوله بأسامة نبي هل هيارف هل يقدر يدرب لنادي الزمالك ولا أتكلم في الحاجات الأفريقية وكمان كان عندنا حاجة تانية قرنوط برضو والدوري قبل التوقف رقم واحد هل يستطيع كابتن أسامة نبي تدريب نادي الزمالك في أفريقيا وهذا ما أصير خلال الساعات الماضية وخلينا نقول قبل ما نتكلم على كابتن أسامة تفصلتين كمان مهمين ودول يمكنهم مفاجئتين طبعا حرك كلمت فيه الانترو على الكواليس بتاعت التعيين السؤال تاني مالاش يقوله كده تاني هل يستطيع هل يستطيع كابتن أسامة نبي تدريب الزمالك في بطولة أفريقيا بعد إعلان نادي الزمالك تعيينه كمديرة مفنية للفريق قبل ما نروح بقى لإجابة السؤال خلينا نقولك على حاجتين مهمين جدا اللي هم علاقة بالكواليس اللي لا علاقة بالتعيين الرقم واحد أقولك على مفاجئة الأولانية إنه في أحد أعضاء الجهاز اللي تم إعلانه لم يتم إبلاغه لم يتم إبلاغه إنه موجود في أي منصب تاني إنه في أحد أعضاء الجهاز اللي تم إعلانه ده لم يتم إبلاغه إنه موجود في أي منصب اللي احنا أعلنناه طبعا لم يتم إبلاغه وموجود في أي منصب اتبلغ إنه موجود في الجهاز لكن ما تبلغش هو موجود في أي منصب اتنين واحد من الأعضاء اللي تم إعلانهم هو مش موجود أصلاً في جائم لم يبلغ من الموجود ولا أنه في الجهاز إلا بعد الإعلان طب نقول أسمائك لم يبلغ عشان ما تسبيهش في حرج للناس يعني لكن الفرد التاني وارد جداً ما تلاوش في الجهاز بك والناس هتعرف مين يعني إحنا مثلا عندنا تقدر مثلا تقول أنت أكيد أصلا كابتن أسمى نبيه صح؟ مش كابتن أسمى نبيه خلاص يبقى أكيد مش كابتن يبقى أكيد كابتن ما سمى محمد صبري عشان هنشوفنا كابتن حسين ياسر كان قاعد في مطش الأهل والزمالك وادا اكيد ده معنا أكيد محمد صبري تقريبك كابتن محمد صبري وإحنا عالم تسدود كابتن محمود فايز احتذر خلاص يبقى هوا يا أيمن طهر يا جماعة هو يا أيمن طهر طي كذلك خلينا نروح لكابتن محمود فايز وأسباب احتذاره لكابتن محمود فايز فوجيه بإعلان اسمه دون التواصل معاه تم التواصل معاه بعد الإعلان وطبيعي اننا بتواصل مع أي فرض يتقال اسمه سواء من أبناء الزملك او من بلى نادي الزملك قبل الاول باتفق معاه ومنسبك هالك وابعدين بعلينه فى الراجل تم التواصل معاه وبعدين بعد الإعلان يعني اتعلنوا بعدين تواصلوا معي فراجل اعتذر الأسباب يعني يلا ملاش دعوة ملاش دعوة خلينا نتكلم على الكابتن قسامة نبيه كابتن قسامة نبيه أثير العديد من التساؤلات هل يمكن للكابتن قسامة نبيه قيادة نادي الزمالك إذا ما كان هو المدير الفني اللي مكمل خلال الفترة اللي جاية والناس كلها كلم بتتكلم أنه الكابتن قسامة نبيه لا يمكنه خلال الفترة اللي جاية كان يأخذ نادي الزمالك لأنه معهوش لايسنس اي من الكاف وده اللي احنا ندور نوره عشان نشوف وكانت المفاجأة لو نستعرض لنا الصورة بتاعة اللايسنس بتاعة الكابتن قسامة نبيه انه كابتن قسامة نبيه من اكثر من ست سنين معه اللايسنس بتاعة الكاف اي كاف كوتشنج اي لايسنس من عشرة جون 2015 راجل من سبع سنين معه لايسنس اي وهو موجود لما كان موجود في منتخب مصر اشتغل بي لايسنس اي فيستطيع الكابتن قسامة نبيه تدريب نادي الزمالك والراجل معه لايسنس اي انا بحب الناس الجماعة اللي تعمل الهومورك بتاعه وجمال شابو انت عملك الهومورك اشكرك شكرا جزيز